زار وفد من حزب التجمع الجمهوري العراقي برئاسة الأمين العام للحزب حاتم حطاب أمير الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم عيث رحب أمير الطائفة بزيارة الوفد ورغبته بعادة اللحمة العراقية الوطنية تحت علم العراق فيما أكد أمين عام حزب التجمع الجمهوري على ضرورة المحافظة على الطيف الوطني وبناء البيت العراقي بالطريقة التي تمكن الدولة من استعادة قوتها والتخلص من المناهج الطائفية كان لي زيارة اليوم هسا لحزب التجمع الجمهوري العراقي وشفنا الأمين العام والأساتذة والأخوة يعني زيارة ودية نتعرف عليهم ونشوف عملهم ومن تمين المنو وتمويلهم من وين وتحدثنا عن بعض الأمور الأخوة التي تخص العراق وجرح العراق وما جرى بالعراق الأمين العام تحدث كلام جميل ويريد يرجع اللحمة العراقية الوطنية والرجل حسب كلامه هو صادق طبعاً يريد السنة والشيعة واليزيدية والصابية والأكراد كلهم يرجعهم من الحظ من الوطن وتحت علم العراق حقيقة كلامه كان موزون وكلامه وطني أنا أرحب بهذا الرجل المحترم وأتمنى أن ينجح ويحقق شيء اللي هو حجاه اللقاء اليوم طبعاً شرفنا بلقاء اللي نسموه أمير الطائفة اليزيدية في العراق والعالم وهي زيارة تعارف حقيقتين وزيارة مجاملة وتم أيضاً التداول بمختلف الأمور اللي تتعلق بالموضوع موضوع ما تعرض لأخواننا بلدنا اليزيديين من ظلم وتعسف وأذية من قبل داعش ومن قبل قوى الإرهاب الظلامية ويضاً تم التداول في مختلف الأمور السياسية الأخرى على مستوى البلد وضرورة المحافظة على الطيف العراقي الجميل اللي يضم كل هذه المكونات من خلال بناء البيت العراقي وترميم هذا البيت بالطريقة اللي يتمكن العراق بأن يقف على قدميه بالشيء وهو سالم معافى من كل هذه الأمراض والأدران اللي لحقت به بسبب المناهج الطائفية ومناهج المحاصصة وأيضاً السلاح المنفلت وكثير من الأمور والتفاصيل الأخرى تم التأكيد على هذه الأمور وتم التأكيد على موضوع الانتخابات القادمة وضرورة أن يكون هناك دور دولي للإشراف والمراقب على هذه الانتخابات حتى تحقق نسبة معينة من النزاهة وتستطيع حماية صوت المواطن العراقي في هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر